بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم جميعا سيد وزير النقل واللوجيستيك الأخ العزيز محمد عبدالجليل السيدات والسادة ممتل قطاعات الوزارية المؤسسات العمية والهيئات الوطنية والدولية والمنظمات المهنية عضوات وأعضاء المجلس نساء ورجال صحفة وسيل الإعلام متتبعوا أنشطة المجلس عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيها الحضور الكريم يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء التواصلي لتقديم أبرز مضامي الموضوع الخاص لتقرير سنوي المجلس لسنة 2023 الذي يتناول قطاعا واعدا يكتسي أهمية استراتيجية كبرى ضمن منظومات الاقتصاد الأزرق ألا وهو قطاع صناعات السفن الاندستخي نظر وكما لا يخفى عنكم فإن النهوض بقطاع صناعات السفن يعتبر من الدعمات الأساسية من أجل تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي وهو الطموح الذي جاء في الخطاب الملك السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء 6 نوامبير 2019 ضمن مشروع الإنبتاق الاقتصادي للوجهة الأطلسية للمغرب في امتداداتها لإفريقيا والأميركية ومع بقية العالم لا نبدأ باش نتوقف ونقول بأن صناعات السفن والأسطول المغربي هم مواضيع مختلفة ولكن تتقوى بعضاً بعضاً يمكن من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي لبلادنا فحسب بل سيتيح أيضاً حفز نقل التكنولوجية والمهارات وإدماج الموال البشرية باختلاف مستويات تأهيلها والمساهمة في تقليص تبعية للخارج في مجال خدمة بناء السفن وإصلاحها وإقتنائها صحيح أن مجال صناعة السفن يعرف تركيزاً قوياً في مختلف تخصصاته ويهيمن عليه فاعلون دوليون تقليديون وبالتالي من الصعب على دول أخرى ساعدة أو في طريق النمو أن تدخل أسواق هذا القطاع هذه الهاتف لأسئل الآن أسئل الغدية كيلو ، دعوية الجانب على سيارة الزوجية من الممكن التحين على مجال العربية على دولمارك على سيارة على سيارة stores من هناك والمهارات والمهارات والاكركم وعلى هذا التحدي فإننا بلادنا تتوفر على إمكانات واعداء ومؤهلات مواتية إذا ما تم تثمينها وستثمارها على نحو الأمتال من شأنها أن تمكن المغرب من التموقع الجيد في بعض الأنشيطات وبعض الأسواق المتعلقة بصناعة السفر وفي هذا الصدد تتوفر بلادنا على واجهتين بحريتين الأطلانتك وميطراني على طول 1500 كم وبنية sans parler de la zone économique exclusive de 1.200.000 كم وبنية تحتية مينائية تتطور بشكل مستمر وموارد بشارية تنفسية مقارنة مع البلدان الأوروبية فضلا على تقاية قوية بين المهن التي يتطلبها قطاعات السفر والمهن التي تم تطورها في قطاعات أخرى كالسيارات والطائران والقطاع البناء والسلوب والإلكترونيك et les métiers mondiaux du Maroc qu'on a développé depuis les années 2009 pratiquement donc il y a une vraie convergence entre ce secteur-là et ces métiers mondiaux حضرات سيدات والسادة وعينا بالأهمية التي يكتسيها قطاع صناعة السفن تخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الاستباقية الرامية إلى تطوير هذا القطاع لا سيما من خلال وضع مخططة مديري donc un plan director لتطوير البنية التحتية المينائية الخاصة به أنشطة صناعة السفن وهذا المخطط المديري وزارة الجهيز اللي كانت قمت به منذ سنوات هذه كما تم وضع بنك للمشاريع يستهدف أنشطة بناء السفن وإصلاحها donc c'est la banque des projets qu'a fait le minister de l'industrie وذلك بهدف حفظ الاستمارات وتوجيهها نحو هذه المجالات وقد أدرج ميثاق الاستمار الجديد قطاع بناء وإصلاح وتفكيك السفن ضمن ميهن المستقبل les métiers d'avenir donc la nouvelle charte d'investissement a reconnu ce secteur-là a reconnu ce secteur-là comme un secteur d'avenir وليس يمكن أن تكون موضوعي stratégية للإتقاء بالمستوى donc la montée en gamme donc là aussi l'État a pris conscience que c'est un secteur qui est important et qu'il faut lui donner des avantages qui n'existent pas aujourd'hui وفضلاً عن ذلك تجدول إشارة إلى إنشاء كتلة السناعة البحرية بالمغرب donc le cluster d'industrie navale في سنة 2023 التي ترمي إلى تطوير القطاع وفق مقاربة منظوماتية مندمجة لتطوير البنيات التحتية والرأسماء البشري والبحث والتطوير والترويج وغير ذلك وعلى الرغم من هذه المؤهلات الطبيعية والإطلاق مباررة في أوينة الأخيرة والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تقييم أثرها بكيفية موضوعات موضوعية موضوعية فإن مؤشرات أداء هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني تظل محدودة جدا وجدا نعطيب على الأرقام وهكذا حقق قطاع صناعة السفن رقم عاملات سنوي بلغ في المتوسط خمسمائة مليون درهم خلال الفترة ما بين 2013 و2022 اقتصر أساسا على أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء سفن قوارب الصيد أما موساهمته في الاقتصاد الوطني فإنها لا تتعد 0.1% من النتج الداخل الإخار علما أن هذه الحصة قد سجلت منحا تنازليا منذ بداية سنوات الفي en fait c'est un secteur qui est en régression c'est ça ce qu'on veut dire même quand on regarde le nombre d'entreprises il y en avait 40 il y en a 10 maintenant هذا وبالإضافة إلى ضعف مستوى الاندماج الصناعي المحلي والاعتماد أساسا على المدخلات المستوردة فإن هذا القطاع لم يمكن من خلق سوى 700 منصب شغل جديدة جديد بين 2013 و2022 سنوات 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 المجلس الاقتصادية والشماعي البائي على خمس معيقات تحولوا دون التطور قطاع بناء السفون وهي كالتالي أولا تعدد المتدخلين يوجد بكث انتربنان في ضلي ويوجد بكث انتربنان لكن يجب يجب الانتربنان يجب الانتربنان بين تعدد المتدخلين في ضل غياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف فاعلين المعنيين في المنظوم ثانيا إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكلفات وضع البنية تحتية c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement si on veut faire un chantier naval حوض نتعبناء السفون يجب يجب للمسان انتربنان للمسان المر للمسان 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 كما قلت إشكالية توفر الوعاء العقاري والملائم وكلفة وضع البنية التحتية بالموازات مع الجوانب المتعلقة باستقلالها ومدى جاذبيات شروط عقود الامتياز اليوم لدينا الحوض بناء السفون 25 و24 في الدرب منذ 2019 ما زال عقد الامتياز لك كونترات الامتياز للمسان العقاري فرنش يجب أنه يجب أنه يجب دون إغفال أثار تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض أخرى تانتان أقادير سنساتوري مثلا يجب فعل شي ثالثا إطار قانوني واجبائي غير ملائم بالقدر الكافي بحاجيات القطاع ومتطلباته رابعا غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستمار في قطاع صناعة السفن وخمسا خصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع إن استمرار هذه المعيقات التي تؤثر سلبا على التنافسية لا سيما من حيث أسعار الخدمات وعلى الطلب المجه للقطاع على الصعيد الوطني يحرم المغرب من الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق صناعة السفن على مستوى التصدير ويحول دونت قليس تبعية للواردات بحيث يقدر حجم سوق التصدير سواء الأطلسية أو نتوسطية بحوالي 11 مليار درار لأمريكي سنويا على مدى السنوات العشر الآخرة انطلاقا من هذا التشخيص ومن إفادة مختلف الفاعلين الذين تم الإنساط إليهم وهم مشكورين واستئناسا بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال يوصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن تضم البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة وتستوعب مختلف الجوانب التي لها تأثير على آداء العرض الوطني وجاذبيته وتنافسيته ويقترح المجلس في ظل هذه الاستراتيجية اعتماد مقاربة تدريجية على المدى القصير والمتوسط بالتركيز على الأنشطة التي تسجل وطيرة دينامية وتظل في متناول متناول بلادنا من حيث التكنولوجية والمهارات والبنيات التحتية اللازمة مع العمل على استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير لا سيما أسواق حوض البحر البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية الإفريقية شنو بغينا نقولو بانا شنو تنقولو بانا أول حاجة هذوك المعيقات اللي هضرنا عليهم وصي الحسن عادي جي في السر شنو هما الأجوبة اللي خسنا نديروا باش نزولوا هذو المعيقات باش يولي واحد القطاع تنافسي دونك عنده تنافسية كبيرة خسنا استراتيجية تكون واحد استراتيجية شاملة ولكن خسنا تكون تدريجيا حيث عنا واحد اليوم واحد المهارات تكنولوجية اللي موجودة في البلاد هذرت على الميهان إلى آخر هذو المهارات خسنا نشوف هذو التخصصات لداخل هذا القطاع اللي يمكن لها هذو المهارات يمكن لها تتواجبها دونك باش نمشي تدريجيا ونطوروا على المدار القصير مثلا يمكننا نبنيوا أكتر من السفن صغار يمكننا يكون على ناتي معدات لذي ما مهضرت عليهم اللي يجي للإلكتروني كثيرة يمكن نعملوا الصيارة يمكن نعملوا تجميل الامبليسمان ونبعد تدريجيا نحن نطلعوا فلاشين هذي الفكرة الأساسية اللي قلنا خصة تكون ويمكن خلال هذه المرحلة الأولى الانطلاق بالأنشطة الأقل تعقيدا كعملية تجديد والتحديد وإصلاح العطاب طريقة اليوم والصيانة المبرمجة وأنشطة تفكيك السفن وبالموازات مع ذلك من الضروري تطوير قدرات القطاع في أنشطة بناء وتحويل المراكب الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب تكنولوجيا قريبة من مستوى القدرات التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات سيارات طيران إلى آخره ويمكن استهداف الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في مرحلة لاحقة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى وتقييم نتائجها حرارة سيدة سيدة فضلا عن الجوانب المتعلقة بالحكمة والخيارات الاستراتيجية التي يتعين اعتمادها للنهوض بهذا القطاع يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماع والبئي جملة من توصيات التي سوف يتولى تقديمها السيد الحسن والحاش رئيس لجنة التحليل الضرفية الاقتصادية والاجتماع والبئية التي أشرفت على إعداد هذا الموضوع الخاص شكرا مرة أخرى للحضور شكرا على المساهمات اشتركوا في القناة